جدولة البيانات الكمية ذكرنا سابقاً أن البيانات الكمية هي البيانات التي يتم التعبير عنها في صورة الرقمية أو في صورة أعداد وتتم جدولة البيانات الكمية بتقسيم المجموعة العددية التي لدينا إلى مجموعات جزئية بحيث تحتوي كل مجموعة جزئية على عدد من القيم المتقاربة يطلق عليها أو على هذه المجموعة الجزئية باسم الفئة ويفترض أن جميع المفردات التي تقع داخل الفئة متساوية ومساوية لمركز الفئة ثم نقوم بحصر أو تحديد عدد المفردات داخل كل فئة لنحصل على ما يسمى بالتكرار وبذلك تتحول المجموعة العددية التي لدينا إلى عدد من الفئات والتكرارات ويتم ذلك بعمل جدول التفريغ حيث يحتوي جدول التفريغ على ثلاثة أعمدة العمود الأول هو عمود الفئات والعمود الثاني هو عمود العلامات حيث توضع العلامات على شكل حزم من خمسة خطوط أربعة منها رأسية والخط الخامس مائل بحيث تكون العلامات على شكل حزمة من خمس خطوط كما يلي العمود الثالث هو عمود التكرارات حيث نقوم بجمع العلامات أمام كل فئة لنحصل على تكرار الفئة وإذا حذفنا العمود الثاني من جدول التفريغ نحصل على ما يسمى بجدول التوزيع التكراري أو بالجدول التكراري والمثال التالي يوضح ذلك الجدول التالي يوضح البيانات الخاصة بوجور خمسين عاملا بأحدى المؤسسات بألاف ريالات والمطلوب 1. تكوين جدول التوزيع التكراري البسيط 2. جدول التوزيع التكراري النسبي 3. جدول التوزيع التكراري المتجمع الصائد ومنه إيجاد عدد العمال الذين يقل أجرهم عن 33 ألف ريال رقم 4 جدول التوزيع التكراري المتجمع النازل ومنه إيجاد عدد العمال الذين أجرهم 23 ألف ريال فأكثر لتكوين الجدول التكراري البسيط نتبع لاته رقم 1 حساب المدى حيث المدى يساوي أكبر قيمة في البيانات ناقص أصغر قيمة بالرجوع إلى الجدول السابق نجد أن أكبر قيمة تساوي 45 وأصغر قيمة تساوي 3 إذن 45 ناقص 3 يساوي 42 إذن المدى يساوي 42 رقم 2 تحديد عدد الفئات يتم تحديد عدد الفئات من قبل الشخص القائم بجدولة البيانات ولا توجد قواعد ثابتة لتحديد عدد الفئات أو تحديد طول الفئة وتتحدد عدد الفئات وفقا لاعتبارات منها حجم البيانات والهدف من البحث رأي الباحث المدى ويرى كثير من الباحثين أن عدد الفئات يجب أن لا يقل عن 5 فئات ولا يزيد عن 15 فئة والهدف من ذلك حتى لا يكون عدد الفئات صغيرا إذا كان أقل من 5 وبالتالي نفقد كثيرا من التفاصيل وتضيع معالم التوزيع كما يجب أن لا يكون عدد الفئات كبيرا فتضيع الحكمة من التجمية في فئات وبالتالي في مثالنا الحالي نقوم بتحديد عدد الفئات وليكن 9 فئات رقم 3 حساب طول الفئة طول الفئة يساوي المدى على عدد الفئات أي 42 على 9 يساوي 4.66 وحيث النخاري القسمة عدد كسري فإنه يمكن تقريبه إلى عدد صحيح وبالتالي فإن طول الفئة يساوي 5 تقريبا رقم 4 عمل الفئات الهدف من عمل الفئات هو تجميع القيم المتقاربة في مجموعات حيث يجب أن تبدأ الفئة الأولى بأصغر القيم في البانات كما يمكن أن تبدأ بأي قيمة أخرى أقل من أصغر القيم وبالتالي فإن الفئة الأولى تبدأ بأصغر القيم هنا وهو العدد 3 وبالتالي يمكن كتابتها كما يلي 3 إلى أقل من 8 وتكتب هكذا 3 إلى 8 ومن هذه الفئة يتضح أن الحد الأدنى للفئة الأولى هو 3 والحد الأعلى لهذه الفئة هو 8 وبالمثل فإن الفئة الثانية تكتب كما يلي 8 إلى أقل من 18 وتكتب هكذا 8 إلى 13 الحد الأدنى لهذه الفئة وهي الفئة الثانية هو 8 والحد الأعلى للفئة الثانية هو 13 حيث الحد الأعلى للفئة الأولى يساوي بداية الفئة الأولى زائد طول الفئة يساوي بداية الفئة 3 زائد طول الفئة 5 وبالتالي نهاية الفئة يساوي 8 الحد الأعلى للفئة الثانية يساوي بداية الفئة الثانية زائد طول الفئة يساوي 8 زائد 5 يساوي 13 وكذا باقي الفئات كما يجب أن تنتهي الفئة الأخيرة بأكبر قيمة أو أي قيمة أخرى تكون أكبر من أكبر قيمة مدرجة في هذه الفئة والجدول التالي هو جدول التفريغ ويتضح من الجدول فئات المبيعات الفئة الأولى تكتب 3 إلى وتعني 3 إلى أقل من 8 الفئة الثانية 8 إلى وتعني 8 إلى أقل من 18 وهكذا حتى نصل إلى الفئة الأخيرة من 43 إلى أقل من 48 حيث نلاحظ أن الفئة الأولى تحتوي على أصغر قيمة والفئة الأخيرة تنتهي بقيمة أكبر من أكبر قيمة موجودة في البيانات ثم نقوم بوضع العلامات هكذا أمام كل فئة ثم نقوم بعد العلامات لنحصل على التكرارات وهو العمود الثالث حيث نجد العلامات أمام الفئة الأولى علامتين إذن التكرارات 2 الفئة الثانية علامتين أيضا التكرارات يساوي 2 الفئة الثالثة 3 علامات تكرارات 3 الفئة الرابعة 4 علامات يساوي 4 الفئة الخامسة حزمة مكونة من 5 علامات و 3 علامات أخرى إذن مجموعة 8 الفئة السادسة حزمتين كل حزمة مكونة من 5 علامات إذن مجموعة العامات 10 والتكرارات يساوي 10 وكذا لنحصل على ما يسمى بجدول التفريغ إذا حزفنا العمود الثالث من جدول التفريغ نحصل على جدول التوزيع التكراري أو الجدول التكراري البسيط كما هو موضح فئات المبيعات والتكرارات حيث نجد أن مجموع التكرارات هنا يساوي حجم العينة من جدول التوزيع التكراري البسيط يتضح أن الفئة الأولى تأخذ العداد من 3 إلى أقل من 8 حيث 3 هي بداية الفئة و8 هي نهايتها حيث الحد الأعلى للفئة الأولى يساوي الحد الأدنى للفئة الأولى زائد طول الفئة أي 3 زائد 5 يساوي 8 والفرق بين الحد الأدنى والحد الأعلى للفئة هو طول الفئة ويساوي 5 الفئة الثانية تأخذ الأعداد من 8 إلى أقل من 13 حيث 8 هي بداية الفئة الثانية و13 هي نهايتها والفرق بين بداية الفئة ونهايتها هو طول الفئة ويساوي 5 حيث الحد الأعلى للفئة الثانية بيساوي الحد الأدنى للفئة الثانية زائد طول الفئة أي 8 زائد 5 يساوي 13 وكذا حتى نصل إلى الفئة الأخيرة من الجدول السابق اللي هو جدول التوزيع التكراري يمكن معرفة عدد العاملين الذين تقع أجورهم داخل مدى معين عدد العاملين الذين أجورهم 23 إلى أقل من 28 ريال يساوي 8 عمال وبالمثل عدد العاملين الذين أجورهم الشهرية من 13 إلى أقل من 18 ريال 3 عمال وهكذا ترجمة نانسي قنقر